طبعاً أكيد الانشغال نعمة ويخلصنا منه هواية مشاكل وهواية أمور وهواية من الناس اللي ما عدتها شي تسوي تبدي هي تصنع مشاكل النفسه وللآخرين لكن من يزيد هذا الانشغال عن الحد الطبيعي وأنه الشخص ما عنده وقت راحة وهو متقصد لهالشي ومو أنه هو جدولة مزدحم ومديلة حق لا هو لمن يكون عنده وقت راحة ما يعرف يقعد لا لازم يطلع له شغلة أو يشعر بالذنب إذا هو قاعده مرتاح هذولي الأشخاص يأما يكونون أشخاص دائمين الشعور بالذنب عندما يفكرون بأنه هم حتى يكونون منتجين لازم أنه يقدمون شي وإلا وقت الراحة هو وقت ويستينغ يعني هو تبذير بالوقت وما إلى داعي أو هذولي منهم أطفال أهلهم كانوا زايد عن اللزوم يضغطون عليهم أو دائما يشجعوهم لكن هذا التشجيع ما كان بمحلة كان زايد بطريقة أنه أنت شو قاعد ومرتاح وعايف فلان شغلة ولازم تقوم ولازم تساعد فترسخ دماغهم أنه وقت الراحة هو وقت مو صحيح هو وقت مو من حقهم أنه الإنسان لازم يستغل كل دقيقة وكل لحظة بأنه يعمل وأنه يسوي شي ووقت الراحة هو مو من حق أو هو شخص قلق أو متوتر فيضيع القلق والتوتر بأنه ينجز أو يسوي أشياء ثانية وأكيد أكوهمين بعض أسباب واحد أكو يعني مثلا إحنا عدنا أبسط مثال هي الأم ربة الأسرة تشفيها 24 ساعة تركض بالبيت وتشتغل وما تعرف تقعد حتى من ينصب الغداء دائما الأولاد يقولون أمنا ليش ما تجي تقعد ويانا تاكل هي صبت الغداء غير تقعد ويانا ما تقعد ويانا لأنه رأسنا تطلع لها شغلة تحطت شاي على النار أكو بعض الأشخاص يعتبرون هذا يعني الانشغال نعمة بالنسبة لهم أكو بعض الأشخاص يروحون السترس يعني من خلال غسل الماعين شغلة البيت تنظيف أكو نساء مضغوطات نفسيا تشوفيها 24 ساعة تنظف أكو ناس عندهم هذا الوسواس القهري ما النظافة بتشوفيهم 24 ساعة ينظفون فهي حسب كل شخص وشنو الشعورة ليحس بيه أكو بعض الربات البيوت أنا بالذات عند ربات البيوت أردى ركز لأنه ما تعرف تقعد ربات البيت رازم 24 ساعة لو تنظف لو تنزل البردات لو تخسر الزوالي زين صيف شتا قبل العيد ماكو عيد دائما تشوفيه ربات الأسرة عندها الأمور أساسية صحيح مرات يكون الانشغال تعويد يعني مو بالضروري يكون أكو هاي الأمور اللي حتشينها مرات يصير تعويد خلاص هي تعودت على أن تكون منشغلة من تقعد فترة تراحتها تحسيه أكو شي غلط يعني ليش عندي شي نقص بحياتي فهي تعودت على الانشغال وهو نعمة بس بنفس الوقت هو متعب هذا الانشغال لدائما احنا عقلنا منشغل بأشياء وجسدنا منشغل بأشياء ثانية هذا الموضوع متعب أنه أنا أكون منشغلة بنفس الشيء مثلا أنا جاي أرتب أو أنا جاي أقرأ وعقلي نفس الشيء يعني منشغل بنفس الشيء بدات الموضوع بس إذا يكون عقلي منشغل بشيء وجسمي وحركاتي وأعمالي منشغل بشيء ثاني هنا أنا صعب شون راح أقدر أوازنه هنا يصير عندنا التشتت التشتت بالانشغال عموما فهذه مشكلة يعانون من عندها النساء أكثر شيء الرجل دائما يركز على أمور واحدة يعني عقله وجسده والأعمال اللي يسويها هي واحدة بس المرأة لأنه متعددة المهام فتكون منشغلة أكثر صح وحتى بعض الرجال همين تلقيهم بشغلة يضغط على نفسه هو هذا الشغل الواحد يطلع به هم يتسالفه حتى ما يقود هم عنده شي شي بس بطريقة مختلفة نحن النساء نتفرع يعني تشوفين الأعمال نفسها مختلفة ومنها ويخص الأطفال ويخص البيت ويخص شغلتش أنت نفسه وأمور ثانية وتفاصيل صديقات وكذا لكن يجوز الرجل ما عنده هذه الملتي تاسك أنه يتعدد بالمهام وهذه التفاصيل لكن هو بعمله نفسه أو بشغله هو هذا الواحد يضغط على نفسه زايد حتى يلتهي فممكن أن يكون بالفعل هو عنده ضغوطات نفسية ويريد يهرب منها بهذه الطريقة وحتى لو كانت عادة هم لها سبب يعني هي شون بدت هاي العادة هلاني تشنت في هاي الفترة مضغوط نفسيا تعبان هلاني من أقعد شوية وأرتاح أبدأ ألوم بنفسي أنه لا لوم سوي فلان شغلة لوم كمل ما أعرف شنو كان أحسن لوم استغل هذا الوقت ورايح لفلان مكان هو هذا نفسه هاي الطريقة من التفكير مو صحيحة أصلا هاي الطريقة من التفكير مو سليمة بغض النظر عن الأسباب لأنه جسمك إلا حق عليك وانتي لازم ترتاحين حتى تقدرين تنتجين ولازم أكون وقت الشخص النفس هو مدى يسوي بي أي شيء مدى يسوي أي شيء بهاي اللحظة لا يضغط على نفسه لا نفسيا ولا جسديا حتى هذا الدماغ هم منه يرتاح فهذا الوقت الراحة لازم أنه نعرف هذا الوقت هو أفضل وقت بغاية الحياة مو إلا أنه أنا أكون 24 ساعة أشتغل حتى أنا شخص زيان أو منتج ممكن أنه أنت تنتجين بثمان ساعات اللي أكو شخص من الصبح لليلد يسويه بس هو مدى ينتجه بنفس الطريقة دكتورة أكو بعض الشخصيات هماتين من يقعدون بالبيت بدون شغل وهذا وقت الراحة بالنسبة إليش مثل ما ذكرتي يصير عندهم اكتئاب يعتبروا هذا يضيعون وقتهم وبشي ما بي فائدة فتشوفي لازم يطلع ويسوي لفتشي خلال هذا اليوم ممكن مثلا أجل فتشغلة معينة لازم يسويها بهذا اليوم فأكو أشخاص هم ما يزعجهم قعدة البيت تتوترهم إن شان رجال أو مرأة رأسا يطلعوا لتشغلات من جو القاع يردون يسواه بهذا يوم الفراغ الوحيد اللي يعدهم المفروض هو يرتاح بجسم وعلى فكرة ترى الجسم من راح يتعب راح يوصل مرحلة الشخص يشوفي ينام يوم كامل من التعب لأنه جسمه خلاص أنت أوكي حتى وإن شان عقلك مشغول وحابة بأنه أنت مثلا تنجزين أشياء معينة مرات جسمك ما يقدر يقول لي شاني تعبان أريد أنها مؤرتاح تعرفين أنا لومي على منه لومي على لي عمم وفكرة بأنه انشغال نعمة يعني مدائما يكون الانشغال هو نعمة بالعكس مرات يكون يعني أذى علينا أذى نفسي أذى فكري أذى جسدي أذى مجتمعي يعني أنت ما عندك وقت راحة ما عندك تقدير لوقت راحة فالانشغال مدائما يكون نعمة الانشغال نعمة بحالة واحدة أنه أنا فارغة وما عندي أي شيء أسوي بحياتي فأني أنشغل بأعمال أنشغل بمهنة أنشغل بمهارة بعيدا عن الانشغال بحياة الآخرين بس الانشغال أبدا بعمرة ما كان نعمة لأنه إحنا بحاجة أن ننطي مساحة لنفسنا ومساحة الأشخاص المهمين اللي موجودين بحياتنا فهذه أهم نقطة إحنا نركز عليها بأنه الانشغال مدائما نعمة المبرر هذا اللي نقوله لعائلاتنا للأشخاص المهمين عندنا إذا سمعنا من عندهم عتب أو لون بأنه إحنا دائما ما موجودين ومتوفرين بالمناسبات المهمة والسعيدة فنقول له والله أنا مشغول للانشغال نعمة الانشغال بهالحالة مو نعمة وقت الراحة هو النعمة وقت العطاء للآخرين هذه هي نعمة بس مو راحة 24 ساعنا أكيد لا ومكسل وما ندرج لي وتفرج تلفزيون يتعب بالزايد لا هذا كسل هذا مو راحة احنا دانحال geldi عن الناس اللي لا تنطي مساحة ومجال نفسها كل الوقت مضغوطة ومساعدها دقيقة تقعد به هذا العمل في استهلك نفسي ووح أصلى لمرحلة او لعمر معين بعد ما استج 했어요 استهلكت كل الطاقة ماتي طيح لنا دانحال خاصة عن الناس الطبيعيينists أو الري backlog اكوهم حالات خاصّة، مثل الناس اللي معدتهم بفرط حركة أو ADHD والله حرمت رعا تضحكي عليك أفضل يا دا تشوي أشياء تعدش فرط حركة دائما أنا وديكي مردي تأذكرها بس قلت مو هو الموضوع لازم أنه نحكي رتالي أذكرها ترى ذكري ذكري راح لم أبحث هي تعدش فرط حركة اشرحي له من شل الأسباب من خلال جانب علمي ومن جانب شخص أحتينا تجربتك تجربتي هي أكيد الناس اللي عندهم فرط حركة أو الـ ADHD هؤلاء أصلاً يعرفون قعدون لازم عندهم شيء ليسوا وليس شيء واحد منه لازم شغلتين من نفس الوقت فهنا نستثني هذا الموضوع لأنه دماغهم يشتغل بطريقة تختلف عن الأشخاص العادية دماغهم عنده ذبذبات أو طاقة أكثر من البقية فهذا بالعكس هو لما يسوي شغلتين سواء أو هواية شغلات تشوفين أنه هو يشعر بالراحة أكثر ويبدأ أن تركيزه يصير أعلى فإذا طفل أو مراهق أو حتى شاب ولا هو يعني منصر شاب يصير أقل فإذا هيت شيء فهذا شيء يعني طبيعي وإذا أنت طفلك أو ابنك أو حتى يعني يكون أكبر يعني أكيد يعني بعمر مثلاً أمرأة أو رجل هو دائم الانشغال ويعني دائماً أنه يلقى له شيء حتى يسويه أو قليل أنه يقعد بمكان لكن هو منتج بنفس الوقت هذا مدام ما مأثر عليه ها هي لكن أكو ناس لا يعني أنه ما تستحمل أنه هيت شيء ضغط تشوفيها وراء فترة توقع تمرض فهذا بحث آخر حتى بس ما نخلط الأمور نقول مو أنه واحد يسوي أشغال شاقة حتى مثلاً يلهي نفسه بأشياء يومية مثلاً يقدر مثلاً أشياء مأجلها يسويها بوقت فراغة حتى لا يحس أنه مثلاً هو مقصر بهذه الأشياء أكو أشخاص مثل ما ذكرنا ما يقدرون أنه يقعدون ويرتاحون فقلي يسويون أشياء بسيطة خلال هذا اليوم واعتبروا يوم راحة بس بنفس الوقت هم مو ما مسوين كل شيء وقاعدين صافنين أنا أعرف أشخاص من يقعدون كل شيء ما يسوون خلال اليوم تحسين صار عدة اكتئاب ويحس أنه هو بيوم ما هذا ما مسوفت شيء وأكون نسوان يقعدون يطبخون بالليل لأن تقولي كان يا اليوم جبت أكل من برة وارتاحت ضجت صار عدة اكتئاب هاي أنا محدة من ذول الأشخاص نعم ماني اليوم اللي أرتاح بي وما أطبخت تلقوني بالليل أنا قاعدة أطبخ أسوي وجبة كاملة زي قدر يرتاحي يعني أخذي لي تشريست ما يفيد هو هذا الشخص يعني يكون أتعود على الانشغال أنا أشوفه مثل ما بالبداية ذكرت